الانتخابات المبكرة مع اقتراب موعدها شيئاً فشيئاً الضغط دي يزداد اكو اطراف الان دا تشتغل على اساس انه هي دا تريد تشارك بشكل مكثف ويحاولون يفوزون بالاغلبية ويشكلون الكتلة الاكبر وحتى يعني يسيطرون على رئاسة الوزراء وهذا حق انتخابي يعني هذا مفت شيعيب بالعكس هذه هي انتخابات في نهاية المطاف وهذا اجمل ما في كل انتخابات لكن ايضاً اكو اطراف اخرى واطراف لا بأس بها حقيقة من الشعب العراقي يعتقدون انه هذه الانتخابات ما رح تغير شيء شاركوا وما شاركوا وما رح يختلف شيء نهائياً وعلى هذا الاساس اكو نسبة كبيرة من الشباب خاصة يعتقدون بانه ماكو داعي للانتخابات وماكو داعي لمشاركتهم لانه فعلياً لن ينتج عنها شيء مختلف مثل ما هم يطمحون وهذا طبعاً الكلام حتى هذه اللحظة لذلك على هذا الاساس الدراسات بدأت تظهر مركز كلواذا للدراسات وقياس الرأي العام العراقي وضعوا دراسة معينة ومختصة في هذا المجال اخذوا عينة من الشعب العراقي من عدد من المحافظات العراقية وهذه الدراسة صار بيها على اساس اطناع السؤال واهم سؤال بيها هل ستشارك في الانتخابات المبكرة وطبعاً صارت على اساسها نسب مئوية ومن ضمن اطناع السؤال حطه يعني عدة امور يعني هل تعتقد انه السلاح المنفلت هيأثر على نتائج الانتخابات البيئة الانتخابية جيدة او غير جيدة انت واثق بالمفوضية او لا يعني عدة امور حقيقة درسوها ووصلوا الى نتيجة السؤال المهم اللي هو هل ستشارك في الانتخابات المبكرة ام لا فلذلك اذا القينا نظرة احنا حقيقة اخذنا ننطع السؤال خمس اسئلة نعتقد بانها ستثير شيئاً خلال هذه الحلقة اخذنا السؤال الثالث شوف شي يقول السؤال ثالث هل تعتقد ان الانتخابات المبكرة قادرة على احداث تغيير جوهري في المشهد السياسي العراقي نعم او كلا طبعا اجدتي بكلا بنسبة سرعة و 40% لكن لا بأس الفرق بسيط جدا 42% يعتقدون يعني نعم ستحدث تغيير جوهري و 11% قالوا لا اعلم وهذه مثيرة بالنسبة لا اعلم هل هم يميلون الى انه رح يصير تغيير او ما يصير تغيير هم ما يدرون يريدون يطلعون بعد ما يريدون يبدون رأيهم سنعرف كل هذه التفاصيل اليوم بالتأكيد ايضا اخذنا السؤال السابع هل ترى ان السلاح المنفلت سيؤثر على نتائج الانتخابات المبكرة نسبة عالية نعم 65% يعتقدون رح تأثر بالتأكيد السلاح المنفلت والميليشيات وغيرها اما السؤال الثامن هل تعتقد ان البيئة الانتخابية امنة ونزيهة لاجراء انتخابات مبكرة 69% من المصوطين يعتقدون البيئة غير جاهزة للانتخابات هذه مو بيئة انتخابات نهائيا 27% يعتقدون نعم ولا اعلم 4% ايضا السؤال التاسع هل تعتقد ان استخدام البطاقة الالكترونية قصيرة الاجل بين قوسين غير البيومترية سيؤدي الى تزوير الانتخابات المبكرة واحدة من اعلى النسب في هذه الدراسة جابوا نعم 83% يعتقدون انه البطاقة الالكترونية قصيرة الاجل غير البيومترية راح تزوي تزوير في هذه الانتخابات وطبعا الكلة جتي 14% ولا اعلم 3% وهذا السؤال الاهم الرئيسي في هذه الدراسة هل ستشارك في الانتخابات المبكرة ان جرت جتي يعني على الرغم من كل هذه الامور السلبية اللي حشينا بيها والكلة وغيرها لانه جتي الناس لا راح تشارك بنعم بثمانية و40% من المصوطين في هذه الدراسة يقولون احنا حنشارك و40% يقولون ما راح نشارك و12% يقولون لا اعلم هذولا ممكن ينقسمون ممكن يشارك وممكن ما يشارك فهاي مثيرة يعني مع كل هذه الامور من السلاحة المنفلة وغيرها من هذه الامور الا انه في نهاية المطاف هم سيشاركون بالتأكيد يعني مثيرة جدا مثل هذه الدراسات سنحاول معرفة تفاصيل هذه الامور اليوم مع رئيس المركز نفسه ايضا يعني حقيقة صارت مثل هذه الدراسة نوعا ما مكملة للكلام اللي دا نشوفها الدراسة صارت نوعا ما قبل دراسة مركز كلواده الدراسة اللي دا احجي عنها هي صارت في الواشنطن انستيتيوت اخذوا عينة تقريبا من 2000 الى 3000 شخص ايضا موزعين على المحافظات العراقية وفي نهاية المطاف وصلوا الى فد نتيجة بعد هذه الدراسة شوف شيني النتيجة هذه اللي وصلوا لها للأسف فلا تبدو النسبة المتوقعة للمشاركة في الانتخابات المقبلة مشجعة اذ لن تتجاوز بحسب الاستطلاعات التي اجريناها 35 الى 40% من من لهم حق التصويت وطبعا هما يعني عندهم اسبابهم ليش انه هذول الناس ما راح يشاركون بحسب الدراسة اللي يسوها دراسة طبعا من صارت صارت عن طريق الكمبيوتر اللي يصوتون الكترونيا على الدراسة اللي يسوها واحدة من الامور اللي هما من الجداول المهمة اللي يلقوا النظر عليها وشافوا ليش الناس راح تشارك بشكل ضعيف في الانتخابات المبكرة انجرت هي انه بالنسبة للأحزاب السياسية الفقه من المواطنين وحسب هذه الدراسة هي 10% فقط من الشعب العراقي اللي يوثق بالأحزاب وهالأحزاب يرعي الشارك في الانتخابات نعلم انه هنالك أحزابا جديدة لكن لحد الآن اكون نسبة من المواطنين العراقين نسبة كبيرة جدا يعتقدون الأحزاب الجديدة اغلبها مو كلها هي واجهات لنفس الأطراف ونفس الأحزاب التي أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة من الفشل والفساد والسرقة وغيرها فلذلك الثقة معدومة تماما 10% معدومة تماما بالأحزاب السياسية كذلك بالنسبة للبرلمان العراقي الثقة 15% فقط من الشعب العراقي دراسات كلها حديثة مع الديانة 30 يوم عنها اللي دي نعرضها الآن لكن الشيء جيد انه بالنسبة للحكومة العراقية النسبة لا بأس بها بحسب هذه الدراسة الثقة 42% أما بالنسبة لأن نظام القضائي فهو 43% نسب متقاربة طبعا فتعتقد هذه الدراسة أنه هذه واحدة من الأسباب المهمة ليش الناس بالانتخابات المبكرة القادمة لن تشارك بالنسبة الكبيرة 35% و40% بالنسبة ل2000 إلى 3000 شخص معناتها إذا حسبناها على الـ 40 مليون عراقي وأخذنا مثلا لسبب ما 18 مليون منهم رح يشاركون تعتبر نسبة خطيرة ممكن نشوف نسب مثل 18% أو 17% من المشاركين في الانتخابات المبكرة ترجمة نانسي قنقر